زخم متصاعد تشهده المفاوضات بشأن غزة في القاهرة في ظل مقترح جديد على الطاولة يترافق مع تكثيف للاتصالات واللقاءة الدولية والإقليمية وتباين في التصريحات بين المسؤولين واشنطن حرصت على الترويج للمقترح ووصفته بالسخي في موقف يطرح تساؤلات عن الهدف الحقيقي منه ومن رفع السقف الأمريكي المتعمل الآن كما قلت أمام حماس اقتراح غير عادي وسخي للغاية من جانب إسرائيل وفي هذه اللحظة الشيء الوحيد الذي يقف بين سكان غزة ووقف إطلاق النار هو حماس عليهم أن يقرروا وعليهم أن يقرروا بسرعة لندن لاقت واشنطن في منتصف الطريق واصفة المقترحة بالسخي أيضا وزير الخارجية البريطاني قال إن الحرب لن تنتهي حتى إطلاق جميع الرهائن على حد تعبيره أنا لست متفائلا أبدا لكن يبدو لي أن هناك عرضا سخيا جدا يتضمنوا وقفا لإطلاق النار لمدة أربعين يوما وأطلاق الألاف من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق هؤلاء الرهائن لذا أملوا أن تقبل حماس هذه الصفقة في المقابل برز تفاول مصري عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري لافتا إلى أنه في انتظار اتخاذ قرار نهائي من الجانبين هناك اقتراح مطروح على الطاولة مطروك للجانبين للنظر فيه وقبوله لكن من المؤكد أن الهدف هو وقف دائم لإطلاق النار والتعامل مع الظروف الإنسانية كما أعتقد أن هناك إجماعا في المجتمع الدولي على رفض العمل العسكري في رفح هذه المواقف بشأن المفاوضات ترافقت مع تسريب أمريكي لافت بشأن الرصيف البحري على شواطئ غزة وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي أن التكليفة التقديرية لبناء الميناء ارتفعت إلى 320 مليون دولار الوكالة أضافت أن هذا المبلغ يعكس الحجم الضخم للأعمال التي قال البنتاجون سابقا أنها تشمل مشاركة نحو ألف من العسكريين الأمريكيين ترجمة نانسي قنقر